مرحبا بكم أعزتي في مراثون النقد والتقييم الحزمة الحادية عشر والتي ستحوي على ثلاثة أفلام ذات طابع المنظور الوهمي Delusional Perspective وهي تلك القصص التي تجعل المشاهد يتتبع سير الأحداث من خلال تصورات شخصية عليلة أو راوي مضلل لغاية سليمة أو غاية متحذلقة وغالبا في ربعها الأخير يحدث Plot Twist أو تغيير المنظور من أجل إيضاح ما كان مخفية إتقان بناء نسج هذا الطابع الصعب حيث أنه يجعل التفاعل بين المادة والمتلقي حساس فأي خطأ بسيط قد يتحول إلى مدوي وعلى كاتب القصة والمخرج عبء كبير في عدم تنفير المشاهد وإبقائه متفاعلا مع المادة سوف ننهج إن شاء الله من الآن فصاعدا في سلسلة الماراثون تقسيم الفيديوهات بدلا من جمعها من أجل الوصول إلى أي مادة نقدية بالقناة بكل سهولة ويسر ويتم رفعها جميعا بالقناة خلال سبعة أيام من بدء الماراثون هذه الحزمة ستحتوي على ثلاث أفلام تشترك باستخدامها طابع المنظور الوهمي وهي بالترتيب كما ترون أمامكم فلنبدأ بسم الله أعزتي ماراثون النقد والتقييم الحزمة الحادية عشر ذو المحرك The Machinist فيلم لبرود أندرسون وبطولة كريستيان بيل الذي يكرهه الكثير في أواسط هوليوود وانتشر عنه تعنيفه للآخرين في مواقع التصوير وأنا أقول عزتي حط بالخرج أي أن هذه مكائد وتفاهات من أجل تكبيل المبدع إن كان إنسانا كريه النفس فعلا فعلى نفسه وأهله أما عموم الجماهير فلهم ما يرون من جودة أو عدمها في الفيلم فحسب وعلى كل إداري سواء مخرج أو منتج إدارة ممثليه واحتواء مختلف شخصياتهم بدل التذمر والتسخط طالما أن هذا الممثل مجتهد جدا ومبدع في أدائه فهذا يشفع له ولقد كان أداؤه في فيلم The Machinist بديع وإدخال جسده في حالة مجاعة من أجل رفع جودة التجسيد إلى الحد الأقصى كانت ناجحة كل ما بني بالفيلم متمركز عليه لتقديم مختلف أطياف المشاعر والتصرفات ودرجات التأثر والإنصدام النفسي كل هذه الكثافة وأكثر ألقيت على كاهله إلا أنه حملها بتمكن لقد أبدع حقا ويستحق بكل جدارة وسام الإبداع والتميز على أدائه وتقمصه الممتاز بداية الفيلم عكسية غير مناسبة وهي كبوة المخرج وتدل على عدم ثقته إما بنفسه أو بالجمهور ولا يعوض حسن إخراجه واختياره لللقطات والتقديم الرائع لأسماء قادة المادة عن هذا الاختيار السيء بناء الشخصية واقعي وجيد جدا ونسج الأحداث وترتيبها والزمن المصروف عليها كذلك مناسب جدا في الثلثين الأولين من الفيلم أما الثلث الأخير فبه إطالة زمنية وتسويف مدتها تقريبا كمجموع ثمان دقائق لكن للأسف تلك الدقائق القليلة رغم أنها خطأ بسيط إلا أنها مدوية قليلا بسبب موقعها في أحداث ما قبل الذروة وأثناء الذروة وما بعدها تتكشف الأمور عند النهاية وتتضح القضية بأنها للأسف غير مسوغة بتاتا لما أصاب بطل القصة وهنا يتضح جهل الكثير من الكتاب في فهم النفس البشرية وتشخيص الأمراض على حقيقتها الموسيقى والمؤثرات الصوتية جدا رائعة وتلعب دورا كبيرا في سبغ الأحداث بالأطياف النفسية المناسبة تلوين اللقطات كذلك المائل للون الباهت مناسب جدا للقصة وجعل سيارة أحد الشخصيات المنوطة بالبطل حمراء اللون بشكل شديد في وسط هذا البهتان لمسة فنية رائعة كل اختيارات زوايا الكاميرا صحيحة وجميلة وغير مبتذلة وفنون المكياج بديعة تجدر الإشارة بأن الفيلم يحوي ثلاث مشاهد تقريبا خادشة للحياة الرجاء غضوا البصر فيها أعزتي وتذكروا أن أفضل رقيب على النفس ذاتها فيلم ذو المحرك The Machinist من روائع فنون الصور المتحركة فعلى الرغم من القرارات الخاطئة في كتابة نصه والفهم القاصر عن النفس البشرية إلا أن أداء كريستيان بيل وتقمصه المنقطع النظير للشخصية يغني حواس المشاهد ويجعله لا ينفك من الاندماج والتأمل لقد أنقذ المادة بكل جدارة وحماها من الزوال في خضم الفنون المنسية نستكمل أعزتي الحزمة الحادية عشر من ماراثون النقد والتقييم مع فيلم The Father ترقبوه إن شاء الله قريبا على قناتكم كوكبا 612 إلى اللقاء